مؤتمر هو الأول من نوعه يجمع دول الجوار في العاصمة بغداد إضافة إلى بلدان ممثلة في الاتحاد الأوروبي ودول العشرين سيشاركون بصفة مراقب للمؤتمر العراق يستعد لعقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في الثامن والعشرين من الشهر الجاري مؤتمر يركز على الشراكات الاقتصادية وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المتنازعة في المنطقة يتطلع العراق من خلال مؤتمر بغداد إلى تحقيق تقارب دولي إقليمي يمهد لانعكاس نتائجه على المنطقة ومحيطه الإقليمي واستعادة دور بغداد في تحقيق أجواء إيجابية بين دول متصارعة بينها خلافات كبيرة كالسعودية وإيران ويسعى كذلك إلى جعل بغداد مركزا للتواصل والتفاعل الإيجابي مؤتمر للتعاون والشراكة وليس للمساعدة هكذا عبرت عنه الجهات الرسمية الحكومية سيما وأن دولا اقتصادية كبرى ستشارك فيه كما أن أوساطا سياسية تعول على أن يسهم مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة في دعم دور الحكومة وفرض سيطرتها في الداخل